بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ورحم الله سيدنا علي بن أبي طالب إذ يقول العلم نهر والحكمة بحر فالعلماء حول النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يسيرون وقال مولانا جل وعلا في القرآن الكريم وَلَقَدِ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ قال علماء التفسير لُقمان الحكيم لم يكن نبي ولا رسول وإنما كان عبدا صالحا من عباد الله جل وعلا من سودان مصر وقيل من نوبة مصر على أن السودان كانت تتبع مصر قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةِ وَمِمَّنْ ذَاعَ صَيْتُهُمْ وَانْتَشَرَتْ شُهْرَتُهُمْ وَحِكَمُهُمْ في بقاع الدنيا واحد من الصالحين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري ولد في القرن السادس الهجري وانتقل إلى جوال ربه في أوائل القرن السابع الهجري ابن عطاء الله السكندري كان يدرس في الأزهر الشريف وسمع برجل من الصالحين في الأسكندرية يقال له أبو العباس المرسي فذهب إليه واستمع إليه في درس العلم وكان في البداية يعترض على ما يقول فلما استمع لكلامه قال أيها الناس هلموا إلى هذا العالم الرباني فإنه يقول كلام حديث عهد بربه ابن عطاء الله السكندري أجرى الله الحكمة على لسانه فكان يقول الحكم وكان يلهم بالحكم حتى قال بعض العلماء لو جازت القراءة في الصلاة بغير القرآن لجازت القراءة بالحكم ولها شروح كثيرة من أشهرها إيقاظ الهمم في شرح الحكم للإمام ابن عجيبة الحسني الذي ذا عصيت كتابه في مشارق الأرض ومغاربها من حكم ابن عطاء الله السكندري قوله رضي الله عنه وأرضاه من بورك له في عمره أدرك في يسير الزمن من منن الله عليه ما لا تلحقه الإشارة ولا يدخل تحت دوائر العبارة إن فككنا رموز هذه الحكمة لوجدناها تطبيقا عمليا في حياة العلماء والصالحين من أمة سيدنا رسول الله فالإمام النووي مات وعمره أربعون سنة وترك تراثا ضخما في العلم والمعارف والإمام الشافعي مات وعمره أربع وخمسون سنة وترك تراثا ضخما من العلوم والمعارف حقا من بورك له في عمره أدرك في اليسير الزمن أي في الوقت اليسير من الزمن الذي عاش فيه في هذه الدنيا ما لا تلحقه الإشارة ولا يدخل تحت ذوائر العبارة ومن حكمه أيضا إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك لو أردت أن تعرف منزلتك عند الله جل وعلا فانظر فيما أقامك سبحانه وتعالى ومن حكمه أيضا أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإن شهدت المكون كانت الأكوان معك أي طالما أنك تخدم مولاك جل وعلا وتتلذذ بخدمته بطاعته وبالإقبال عليه فإن الدنيا وما فيها ستكون في خدمتك لأنك تخدم المكون سبحانه وتعالى حكمه عظيمة وكلامه عظيم لا ينطق بالحكم إلا من رزقه الله قلبا نقيا طاهرا سليما نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يطهرنا ظاهرا وباطنا اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته